السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم في درس جديد على القناة ديالكم استفاهام عام اليوم ان شاء الله كتتما لدورة ريد بابل غنوريكم طريقة رفع اول منتوج لكم على ريد بابل بدون اي مشكلة اذا المنصة ديالتنا او لا الموقع ديال ريد بابل هو هذا فهذه الجملة هي اللي غنخدم عليها الفا بي اي بي سي ايلو يو فغادي نحاولو نبحثو عليها هكذا هنا كي طلعوا ليا عدد المنافسة فباش مما كانت هاد المنافسة قل من الف الا وكان نيتش زويل ولكن بشرط يكون تريند يعني كي بيحتوا عليه بزاف ديال الناس هاد هو مجيوج معلومات اللي يخصكم تحفظوهم لانه هم اللي يحددون لنا واش الجملة اللي غير خدموا عليها زوينا ولا مزويناش هادش ان شاء الله من بعد غادي نشرحوا بالتفصيل ديب انا غادي معكم دقاء دقاء وكان نوريكم كل حاجة ببحدة باش تبدأوا الخدمة ومامقوا غادي معنا في الدورة اذا طريقة باش رفعوا منتوج ديالنا سهلة جدا فمثلا انا هدي هي الجملة ديالي غادي نحاول نشوف الناس اللي حقهم هاد الجملة كيف خدمين عليها في التيشورته دياله وكيف كنقول لكم دائما هاد المجال ديال البي اودي او تسميم او ديزايم انجيرا فدائما نخصك واحد تغذية بصرية لانك انت فاشك تشوف هاد الديزايم اللي ديري الناس فاوتوماتيكم والعقل ديال كيتانسبيرا وكي ياخد افكار اللي كيبالوراء وكيدير تسميم خاص به إذن كيف عادة غامشي الموقع فريك بيك غنخليكم مره بديله في وصف هذا الفيديو غاد ندير كولي لهذه الجملة اللي غاد نخدم عليها كنحاول نقسم منها شي شوية باش تعطيني بزاف ديال لريزولت اللي نقدر نخدم عليهم هنا كيطلع عليها بزاف ديال لزالفابي بوحد طريقة اللي زوينا أنا عجبني هاد تسمين مثلا غاد نحاول انتلي شارجه ولكن ضروري خوتي ما تعدلوا إليه إذا ندعو المجلة ديالي غادي نحاول نخدمها بهذه السيغة هذه ديالة إللستراتور هنا منك ندخل كيطلع عليها تسميم ديالي في إللستراتور ومن بعد هنا غا نحاول نقدر واحد ديزاين خاص بي باش ما نطولش كذلك الفيديو غادي نحاول نزرب هاد الخطوات اللي غادي نقوم بهم لأن الهدف ديالنا اليوم إن شاء الله ونوري لكم كيف هاش تحطو اول ديزاين ديالكم على منصة ريد بابو موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 ديالنا المرة الاولى. وكيكونوا القياسات كاملين مضبوطة. من بعد كانو اللي كانحمل تصميم ديالي. كاندير وكانهز العمل الاخير اللي خدمت عليه. وكانحاول نحط العنوان والوصف والكيورد فقط. ما بقيش كانت تعدب بزاف على تصميم ديالي. كيف غدي يتعدب. كيف غنقدو اول مرة. اذا اخوتي هدي ما كتهمناش لان دابة كان اعتبر باللي هذا هو اول تصميم خاص ليا. اذا غنختار ابلود نيو هنا غادي ندخل غني حمل الصورة ديالي او تصميم ديالي. من بعد هنا اياه كندير العنوان ديالي. بالنسبة للعنوان والطاق والديسكريبسيو ما غنا ندرش عليهم بزاف في هذا الفيديو باش ما نطولش الفيديو لانه وغنخلي اليوم حلقات خاصة لانه اهم شيء بالنسبة لي مرة تصميم جيد في هو العنوان وكذلك الوصف وكذلك التاقس. انا حاول نعود نفس العنوان. وبنسبة لنا الكيوورد. هنا كنجي لاد اكستنسيون الخاصة برد بابل تاقج جينيراتور. ثم غادي نختار هنا الكيوورد ديالي. هنا غادي ندر غادي تاقج. من بعد هنا غايت تاقج كاملين. نكوبيهم. دائما انا كنجي لجوجل تراديكسيون باش كان نحاول نشوف الكيوورد ديالي واش مقادلين واش ما عليهم حتى شي مشكل. نحاول دائما الجمل اللي كيكونوا معندهم حتى شي معنا وكي يتعاودوا. فرا كيكونوا سبام يقدروا يسببوا لنا مشكل في حساب ديالنا. هاد شي علاش نحاولو نحايدوهم علينا. ونحاول نكوبيهم. وكنجيل هنا. وكندير كولي. بنسبة للعنوان اغلبية ديال اصدقاء تديرو ديسكريبسيون نفس العنوان ولكن من بعد ان شاء الله غا نوريكم الطريقة الصحيحة كيفاش نديرو الكيوورد وكيفاش نديرو الديسكريبسيون فكل حاجة غا نعطيها وقتها وغادي نفرتكوها ونحللوها كيف كان نديرو دائما باش كل شي يفهم. اذا هنا كيطلع ليا تصميم ديالي بزاف ديال المنتجات دبا غادي نحاول انني نعدل على هاد المنتجات فكيكات لحده مثلا هنا كنحاول نصغر تصميم ديالي باش كيبان هنا يا كامل ما كيبانش مقطوع من بعد كندير ابليكي كيبالي على هاد الشكل كنزل دبا هنا كذلك كنحاول نديرو مثلا هاد تي شيرت هذا اللي عجبني كنحاول إلا ما عجبني ش في هاد الشكل كنحاول نختار في اللون الأحمر اللي تختار الألوان الأخرى باش نشوف واش أداب طابل مع جميع الألوان اللي عندي كيلي كيخدم غالبية على اللون الأسود لأنه في الحقيقة هو أكثر الألوان اللي كتباع في تي شيرت يعني حاولوا تخدموا على اللون الأسود وبالنسبة الستيكرز حاولوا تخدموا على اللون الأبيض وهدو هما جوجد الحواج اللي كيتتباعوا بالزرف فريد بابل إذا نحاول نعدل على جميع التصاميم اللي عندي هنا كنحاول مثلا نصغر تصميم ديالي باش يبان أداب طابل مع تي شيرت او لا أي منتوج بيت نخدم معناه وهنا غنبقى ندوز على واحد بواحد ونبقى نعدل عليهم بطريقة ره سهلة خوتي كيف كتلاحظوا انفو كندير ادت كيعطيون هنا باش نقادل سايز ديالي وكننقادل بكل سهولة في الخر كندير ابليكي كيتقادل لي من بعد هنا كذلك البوشت نفس العملية كنحاول نسون طريقة كندير ابليكي اذا هكدا باش كنمشي مع جميع الديزاين وكيف وكيف قلت قبل فهالطريقة تكون صعبة في المرة الاولى اما من بعد ان شاء الله فاشل بيتحط نيو وورك ديالك يعني ديزاين جديد كتحاول تاخد كوبي سيتنج وكتجزو من اخر تصميم رفعتين وبالتالي هنا كتتهنى من هات القياسات اللي تبقى تدور على كل واحدة بواحدة وكملاحظة بزر ديال اصدقاء كيمشيوا لبعض المنتجات وكيديروا لهم ديزايبل لانهم ما كيبغيوش يبيعوا هذوك المنتجات او لا تصاميم ديالهم كتبال لهم باللي ما متوافقاش مع دوك المنتجات اللي مرفوعة وبالتالي تنتهم الى كان شي منتوج او لا شي جملة ما غاديش اجي بشي منتجات ممكن لكم تديروا عليها ديزايبل وبالتالي ما غاديش تباني اذا هنا غادي ندوز عليها الشيء بالزربة موسيقى 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 اذا هنا اخر خطوة كي نشروا ديزاين ديالنا ندعو الى هنا نختاره ديزاين إلستراسيون وهنا ديجيطال ارت بالنسبة لهذا الخان هنا نختاره تي شيرت او لاستيكز او لاي منتوج نحط عليه تصميم ديالنا في حالة ما كان عندنا تصميم موجه جهة المنتوج معين اما في الحالة ديالنا نحن بغينا يطلع في جميع المنتجات بشيكون عندنا واحد البرصنتاج كبير بشي تصميم ديالنا اتباعه لذلك هنحاول نخليه هنا اوتيميز ثم من بعد هنا نختاره ببليك باش نشر تصميم ديالك باش يشوفوا الناس كاملين اما بالنسبة لهذه only provide يعني كتشوفه انت فقط هذه كنديروها في بعض الحالات فاشي نكونوا ما كمناش الديزاين ديالنا خصنا فيه كيوارد ولا خصنا ليشي حاجة كنحاول نخليها محفوظة باش من بعد نجي ونعدلو عليها ومن ينسى لي وكنديرو ببليك ثم هنا كنختاره no وهنا كنديرو i have the right to save products وهنا كنديرو save work اذا كيف كتشوفه بالنسبة للديزاين فاتقريبا نبعد 15 القيقة غيرو ليبان للناس كاملين هنا الديزاين ديالنا هنا الكيوارد ديالنا هذا العدوان وهذا الوصف اذا تصميم ديالي دباغة ديبان فقاع المنتجات اللي عندي فريد بابل وبالتالي احتمالي انتعت لبيع ديال المنتج كتكون كبيرة وهنا كنكونو وصلنا نهاية الفيديو اي مشكل واجهته او لا شي حاجة اللي ما فهمتهاش وبغيتين ندير عليها فيديو باش نزيد نفهمها لكم كتر فديروها في التعليق الخاصة بهذا الفيديو وما تنسوش بارتاج ديالهم مع الاصدقاء اللي مهتمين بالمجال وإلا كنت اخوية اختيادية اول زيارة لك للقناة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل انجارك باش يوصلك الجديد ديالنا اول باول